تقام غالبية عروض الأزياء في أسبوع نيويورك للمضى في أماكن مختارة بعناية تتمتع أحياناً بديكور ضخم وتكلف حوالي 250 ألف دولار على ما يقول مصمم الأزياء الشهير مارك جيكوبس إلا أن الفنان أماندا ميل المولودة في العام 1983 لم تكن تملك هذا المال لتنظيم عرض أزيائها الأول فقررت إقامته في حافلة مدرسية صفراء تستخدم منها المئات يومياً في نيويورك وقد كلفها العرض ألفين دولار فقط أحب أن أسترعي الانتباه أريد أن يستوقفني الناس ليتحدثوا عن ملابسي إنها ملابس يشعر فيها الشخص بالارتياح إنها جريئة وممتعة رأيت أن الفكرة رائعة لقد كان العرض مختلفاً تماماً عما كنت قد شاهدته في السابق تمنيت لو كنت أحدى هؤلاء التلميذات وقد استفى المدعوون والمصورون على المقاعد المخصص للأطفال أما العارضات اللواتر تدين التنانير القصيرة والسترات القطنية بقبعات وانتعلنا جزمات بكعوب عالية فقد تميلنا مثل التلميذات اللوات يردن لفت انتباه الصبيان عند الخروج من المدرسة وقد ركنت الشاحنة قرب المقر العام لأسبوع الموضة اشتركوا في القناة